السلام عليكم نشرح في هذا الدرس عن العمليات الرياضية في البداية لو أعرف متغير وليكن مثلا اسمه X وهذا المتغير X هو عبارة عن رقم أطلب من المستخدم أنه يدخله فبالتالي في البداية على سبيل مثال أذكر integer ومن ثم input بهالصورة هذه ومن ثم أطبع الرسالة المستخدم enter number 1 بهالصورة هذه رح أسخ هذا الكود ومن ثم مرة ثانية أضغط paste وليكن مثلا هذا المتغير اسمه Y بهالصورة هذه إذن enter number 2 المستخدم رح يدخل رقمين رقم الأول أستقبله بالX وأحوله إلى انتجر مباشرة ورقم الثاني أستقبله بالY وأحوله إلى انتجر مباشرة اللي أريده أنه أجري العمليات الرياضية على الX والY فبالتالي في البداية ممكن مثلا عرف متغير هذا المتغير يساوي X زائد الY حاليا أنا ما عندي أي مشكلة هذا المتغير سميته باسم sum sum اختصار لsummation يعني المجموع لكن ممكن نسميه بأي اسم كان X Y أي اسم كان ومن ثم على سبيل مثال print ومن ثم sum يساوي قيمة السم إذن sum يساوي قيمة السم زائد قيمة السم يعني sum بحصوها هذه طبعا بهذا المكان المفضوخة لفارزة وليس زائد حاليا لو نضغط run إذن inter number 1 في التالي على سبيل مثال 3 inter number 2 4 إذن sum يساوي 7 مجموع 3 زائد 4 هو 7 طيب حاليا ممكن أنه ما أعرف هذا المتغير يعني مباشرة X زائد Y نضعها في هذا المكان حاليا نمسح هذا المتغير كذلك ممكن باقي العمليات يعني ننسخ هذا الكود ومن ثم عملية الطرح عملية الضرب وعملية القسمة والعملية الأخيرة اللي هي باقي القسمة طيب حاليا sub ومن ثم mall ومن ثم div ومن ثم mode نضغط run في البداية العدد الأول وليكن مثلا 9 العدد الثاني هو 2 الثاني هو 2 نشوف إلى أن نظهرني النتائج بهالصورة هذي sum يساوي summation المجموع يساوي قيمة X زائد Y إذن 9 plus 2 الناتج هو 11 السب هو اختصار للsubtraction يعني كلمة طرح واللي هي تساوي X ناقص Y يعني 9 ناقص 2 الناتج 7 المل هو اختصار للـ multiplication يعني الضرب فالX في الـ Y هو عبارة عن 18 الدف هو اختصار للـ division يعني القسمة فX تقسيم Y يعني 9 تقسيم 2 4.5 العملية الخامسة اللي هي modulation أو باقي القسمة هذه هي النسبة نسبة الـ percent أو علامة البابلاء فهي تشير إلى باقي القسمة يعني باقي قسمة الـ X على الـ Y 9 تقسيم 2 4 والباقي 1 إذن الباقي 1 إذن هذه عمليات الرئيسية الخامسة ممكن أيضا أنه استفاد من خاصية الـ power بالـ Python أطبع عبارة بهالشكل هذا وليكن مثلا X ضرب ضرب الـ Y يعني علامتين ضرب ومن ثم الـ Y هذا الشي يفيد إلى أنه أرفع الـ X للقوة Y أو حتى مثلا Y مرفوع القوة X لو نضغط رأينا لهذا البرنامج العدد الأول فليكن مثلا 9 والعدد الثاني 2 إذن نشوف إلى أنه طبع لي 512 على اعتبار أنه 2 S 9 الـ Y S X 2 S 9 هي 512 كذلك ممكن أنه أعمل هذه الـ power عن طريق دالة أيضا موجودة في اللغة اللي هي P-O-W بهالصورة هذه P-O-W على سبيل المثال X فارس الـ Y أضغط رأينا من جديد العدد الأول ولي أكون الثنية العدد الثاني ولي أكون ثلاثة إذن شوف بأنه بهذا السطر هو Y مرفوع للقوة X إذن Y مرفوع بقوة X بالطريقة الأولى معناها ثلاثة مرفوع للقوة 2 إذن ثلاثة تربيع هو 9 بينها بسطر الثاني الـ power X فارزة يعني X مرفوع للقوة Y إذن ثنية مرفوع للقوة 3 ثنية أس 3 فهي 8 إذن هذا ما يخص العمليات الرياضية ترجمة نانسي قنقر